رغم تراشق أعضاء من مجلسي الدولة والنواب بالورود في الفترة الأخيرة منوهين بالتقارب بين الجسمين وقرب حدوث اتفاق شامل إلا أن التحركات على الأرض وخطوات المجلسين تعطي مؤشرات عكسية المجلس الأعلى للدولة وفي جلسة الاثنين لمناقشة التعديلين العاشر والحادي عشر الذين أقرهما مجلس النواب جدد تمسكه بالاتفاق السياسي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأعلان الدستوري بموجب التعديل الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقا مشددا على أن التعديلين مخالفان لنص المادة الثانية عشر من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي المجلس أبدى في بيان موافقته على ما جاء في المادة الأولى من التعديل الحادي عشر موضحا أنه ينبغي تحرد دقة في النص لتحديد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته وصلاحيات مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد أن التعديلات التي قام بها مجلس النواب يشوبها الكثير من العيوب القانونية في الشكل والمضمون في إشارة إلى أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضبابية المصطرة التي سيجر اتباعها في حال رفض الدستور أثناء الاستفتاء لدينا هذه التعديل الملاحظات ولما البعثة أعلنت أنها جاءها قانون الاستفتاء أصدرنا بيان أن هذا القانون مزال تحت المدارسة بين المجلسين ولم يحدث فيه توافق وردا على تحفظات الأعلى للدولة تهم مجلس النواب ما سماها بعض الأطراف بمحاولة عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم رغبتهم في تجاوز المرحلة المؤقتة رغم التعديلات التي أنجزها المجلس وقال مجلس النواب في بيان له أنه بذل قصار جهده لإنهاء حالة الانقسام وقدم الكثير من التنازلات في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم أضفى عليه شرعية غير حقيقية على حد تعبيره من جانبها لا تعير البعثة الأممية اهتماما بالغا لا لتقارب أو أزمة الشرعية بين المجلسين وذلك يقينا منها بصعوبة التوافق واهتمامها بخطتها المتمثلة في الملتقى الوطني الجامع الذي يسعى لتأسيس شرعيات جديدة ويحظى بدعم دولي معطيات يبدو أنها قد تعيد الخلاف بين المجلسين إلى المربع الأول لا سيما وأن الطرفين كانا يسعيا لتوافق أولي يجري بعده فتح النقاش حول المواد الخلافية والمرحلة وعلى رأسها المادة الثامنة